مرحبا بكم متابعي قناة الفلاحة والطبيعة يومكم طيب ان شاء الله تمنى ان تكونوا بخير مرحبا بالجميع في يوم جديد وموضوع جديد بحول الله تمنى ان تكونوا بخير موضوعنا اليوم بكل بساطة يتمحور حول احتراق اوراق الاشجار وتغير لونها كما تلاحظون نحو اللون البني او اللون الاسود الداكن لاحظوا اصدقائي سنتطرق الى هذا الموضوع حرفيا وكل تفاصيله الاسباب الوقاية وكيفية المعالجة الى غير ذلك تابع الفيديو لكي تستفيد تابع الفيديو الى الاخير ومرحبا بكم جميعا اصدقائي المتابعين لمن يصل الى القناة لاول مرة يمكنه الاشتراك في القناة وضغط زر الجرس لكي يصله كل جديد بسهولة كما يمكنكم دعمنا بضغط زر الاعجاب وايضا ترك تعليق يحفزنا فيه استفسار يخص ميدان الفلاحة ونمر الى الموضوع مباشرة اصدقائي الفلاحين الكثير من الاخواء يسأل خاصة في مواقع التواصل منها جروبات الفيسبوك حول كيفية او لماذا تحترق اوراق الشجار هنا هذه كما تلاحظون شجار التفاح هناك من يجيب بان هذا المشكل هو عبارة عن تعفن في الجذور هناك من يقول انه اللفحة النارية وسيتسبب في موت الاشجار وغير هذا من الخز عبالات فاصبعها من هبة ودبة ينصح الاخواء الكرام خاصة الجدد لذلك افضل ان اتطرق الى هذا الموضوع حسب خبرتي وتجربتي لكي نزيل الغموض حول هذا الموضوع ونجيب على الاسئلة اصدقائي نحن في منتصف فصل الرابع نحن في نهاية شهر افريل وبداية شهر ماي لاحظنا بين ليلة وضحوها احتراق الاشجار او احتراق اوراق الاشجار وتغير لونها الى اللون البني هكذا بكل بساطة اصدقائي هذا نتيجة عامل درجات الحرارة المتدينة المتدنية ليست متدينة ابدا هذه درجات حرارة كافرة 100% فهي تفسد الازهار والاوراق والاشجار وتؤثر عليها بشكل كبير خاصة عندما يكون هناك تبين بين درجات الحرارة بين الليل والنهار يعني في النهار كانت درجات الحرارة حوالي 15-16 ثم في ليلة واحدة سقطت درجات الحرارة سقوط حر الى درجة التجمد صفر وتحت الصفر هذا ما يسبب في هلاك الازهار وقد تناولنا موضوع احتراق الازهار والمصيبة التي اصابت الكثير من الفلاحين في هذا الموسم يمكنكم مراجعة القناة لمعرفة هذه المواضيع التي تخص الازهار لكن نحن الان بصدد تكلم حول الاوراق كيفية المعالجة وغير الى ذلك بالنسبة للوقاية اصدقائي نحن نتدخل للوقاية فقط عندما تكون هناك ازهار ويكون ازهار جيد فنقوم باشعال النيران وجعل بعض الدخان في الاشجار هذا ما يساعد على حماية ازهارنا بعض الشيء يعني يقلل من درجة السقيع التي تؤثر على الازهار بشكل مباشر ومنه تستفيد الاوراق ايضا من هذا التدخل ايضا فيما يخص المعالجة اصدقائي الفلاحين نتدخل يعني بعد اصابة الاوراق هكذا كما تلاحظون اصبحت ميتة يعني الكثير منها ميت بعضها احترق قليلا مع تفوت في النتيجة وفي الاظرار في هذه الحالة يمكن تدخل مباشرة بعد الاصابة بهذه الاجهاد نقول اجهاد حراري لان الاجهاد الحراري ليس فقط في الصيف كما تعلمون واخوين الذين يتابعون القناة منذ اكثر من عام ربما تفرجوا فيديوات تخص الاجهاد الحراري في الصيف وهو عندما تكون درجة الحرارة مرتفعة اكثر من 35 درجة لمدة اسبوع او 10 ايام هذا ما ينتج عنه اجهاد حراري وانتكاسة في الاوراق ونتدخل برش الطحالب البحرية والاحماض الامينية وغير الى ذلك لكن في هذه الحالة ايضا في وقت الازهارة عندما تتعرض اشجارنا لازهار لاجهاد حراري اي تدني درجة الحرارة دون الصفر وهو ما يؤذي الازهار والاوراق يمكننا التدخل ورش بعض الطحالب البحرية لكي تستعيد اوراقنا عفيتها بسرعة اقول فقط للأوراق الازهار الميتة التي او الازهار التي اصابها السقيع لا امل منها اصدقائي حتى لا يكذبون عليكم حتى لا يبيعون لكم مواد وادوية طمعا في احياء الازهار فهذا غير ممكن الازهار التي اصابها السقيع بشكل يعني كبير واثر عليها بشكل كبير لا يمكن انقاذها ابدا اصدقائي الفلاحين هذه المعلومة رسمية وحسب تجربتي وخبرتي اما باقي الازهار يمكنها ان تعقد ازهار ثمار جيدة كما يمكن لبعض الازهار ان تعقد ثمار يعني الازهار التي تضررت بعض الشيء يمكنها ان تعقد ثمار لكن هذه الثمار ستكون ضعيفة الحجم ويمكن ان تتعرض للسقوط السفة اصدقائية الموضوع كثير متشعب هناك بعض النقاط سنتناولها الان فقط اشارك معكم بتجربتي منذ حوالي ساعتين وانا في المزرعة وكنت بصدد عمل هذا الموضوع وقد اقتنيت معدات التصوير خاصة بالصوت مثل الميكروفون لكن للأسف بعد تسجيلي لأكثر من 12 دقيقة تناولت كل الجوانب التي تخص هذا الموضوع للأسف عندما انتهيت من تسجيل الفيديو ورجعته وجدت ان الصوت لم يسجل فقط فيديو لصور لهكذا مثل ما اشرح لكم لكن كل الصوت ذهب هذا ان منطورا لذلك هذا اطاح قليلا من معنوياتي فاخذت قصدا من الراحة ثم تداركت الموقف الان انا اسجل بدون ميكروفون لا اعلم لماذا الخلل في الميكروفون او في الهاتف رغم اني تقني في هذه البرامج والاجهزة الالكترونية لكن للأسف ربما هناك فلل ما اصاب الميكروفون وربما يجب ضبط الاعدادات لكن لا علينا من اجلكم ومن اجل اه المحتوى الفلاحي احاول دائما بذل مجهود لكي نفيدها ونستفيدها ايضا منكم فالواجب من علماء او ضاربة العلم هي نشره هكذا ضاربة العلم هي نشره وخيركم من يتعلم من العلم والتكنولوجيا والتقنيات وينشرها ويساعد الاخوة الفلاحين فنحن فلاحون بساطة نحاول نقل المعلومة بشكل بسيط ليس مثل ما يفعل بعض الاخوة المتمكنين في هذا الميدان يستعملون مصطلحات صعبة مصطلحات غريبة على الفلاح اخي وصديقي الفلاح هو انسان بسيط يحب ارضه واشجاره ولكي تلقنه المعلومة يجب ان تذهب اليه بطريقته البسيطة العفاوية فنحن لا نستعمل مصطلحات معقدة رغم اننا نعرفها لكن نخاطق الفلاح بلغة الفلاح البسيطة التي تفي بالغرض اصدقائي الفلاحين يجب عليكم بعض المعلومات يجب عليكم في كل مرة تتبع الاحوال الجوية لكي تتمكنوا من معرفة متى سيتم هبوط طرجات الحرارة وكيف يمكن التعامل والتدخل مثل ما شرحته في هذا الفيديو بعض الاخوة لا يزورون بسيطينهم الا مرة في الاسبوع وغير ذلك هذا لا يجب صديقي الفلاح الشجر كانحي يجب ان تكون بجانبه ومعه دائما وتساعده في كل شيء وفي كل حاجيته شكرا لكل من وصل الى هذه الدقيقة من الموضوع دنتم بعافية وبخير ونلتقي في حلقات تأتي ما اينلئرم تأتي ما اينلئرم